بسم الله الرحمن الرحيم أولادي وبناتي طلبة الصف السادس الأساسي من مدارس قرطاج الدولية معكم معلمتكم المحبة آية حسين أبارك لكم شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية باليوم والبركات اليوم سوف نقوم بمراجعة قاعدة الفعل الصحيح والفعل المعتل بداية نراجع أقسام الكلام أقسام الكلام يقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف والفعل هو أحد أقسام الكلام وهو حدث أو عمل مقترن بزمن معين ويقسم الفعل من حيث الزمن إلى فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر بداية يا أعزائي حروف العلة هي ألف ووا ويا الآن حسب حروف العلة إذا وجدت بالفعل أو لا نحن سنصنف الأفعال إلى أفعال صحيحة أو أفعال معتلة بداية تعريف الفعل الصحيح الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت حروفه الأصلية من حروف العلة يعني بده يجي أنها فعل خالي من حروف العلة وهي ألف أو واو أو يا ويقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أقسام واحد الفعل الصحيح السالم وهو ما خلت أحرفه الأصلية من حروف العلة وخلت من الهمزة والتضعيف مثل لعبة درسة حزنة إذن بداية حتى أحكم على الفعل أنه فعل صحيح يجب أن يكون خالي من حروف العلة اللي هي ألف أو واو أو يا ثانيا يا سادس إذا جاء الفعل خالي من الحروف العلة وخالي أيضا من الهمزة أو الشدة إحنا هون بنحكم عليه أنه فعل صحيح سالم هاي أول نوع من أنواع الفعل الصحيح ثاني نوع يا سادس هو الفعل الصحيح المضعف وهو ما خلت أحرفه الأصلية من حروف العلة وكان أحد أحرفه الأصلية مضعفا يعني يا سادس بدو يجي عندنا فعل صحيح خالي بدو يكون عندنا فعل خالي من حروف العلة أيضا بدو يجي عليه شدة حتى أحكم أنه هذا الفعل فعل صحيح مضعف مثال ذلك ردة ضلة مدة النوع الثالث من أنواع الأفعال الصحيحة وهو الفعل الصحيح المهموز وهو ما خلت أحرفه الأصلية من حروف العلة وكان أحد أحرفه الأصلية همزة بالمختصر يا سادس أنه بدو يجي عندنا فعل خالي من حروف العلة وبدو يكون أحد أحرف الأصلية عليهم همزة سواء جاءت الهمزة في بداية الفعل أو في وسط الفعل أو في نهايته إذن إحنا هيك بنحكم عليه أنه هو فعل صحيح مهموز مثال ذلك نشأ سأل أكل مراجعة بسيطة الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت أحرفه الأصلية من حروف العلة هو يقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول فعل صحيح سالم وهو ما خلت أحرفه الأصلية من حروف العلة زائد أنه يكون خالي من الهمزة أو الشدة القسم الثاني وهو الفعل الصحيح المهموز وهو ما خلت أحرفه الأصلية من حروف العلة ولكن بدو يكون أحد أحرفه الأصلية همزة سواء جاءت الهمزة في بداية الفعل أو في وسطه أو في نهايته والنوع الثالث يا سادس الفعل الصحيح المضاعف وهو أيضا ما خلت أحرفه الأصلية من حروف العلة وكان أحد أحرفه الأصلية عليه شدة هيك إحنا ممكن أنهينا الفعل الصحيح ننتقل إلى الفعل المعتل الفعل المعتل يا سادس مثل ما اتفقنا حتى أحكم على الفعل إنه هو صحيح أو معتل مباشرة أول إيش منطلع عليه إنه في حروف علة ولا لا إذا كان أحد أحرفه علة يا سادس مباشرة إحنا هنا منحكي عنه فعل معتل طبعا حتى أحكم سواء في الفعل الصحيح أو الفعل المعتل على إنه هذا الفعل صحيح أو معتل يجب أن نرجعه إلى أحرفه الأصلية يعني للفعل الماضي لازم أرجعه للفعل الماضي يعني يكون لدينا فعل أحرفه أصلية طبعا يا سادس سواء كان الفعل الماضي فعل ثلاثي يعني ثلاث أحرف أو رباعي أو خماسي حسب بس أنتو المطالبين في اللي هو الفعل الثلاثي يعني إحنا من نرجعه للماضي ثلاثي طيب الآن رجعناه للماضي ننظر عليه إذا كان في أحد أحرفه حرف علة نحكي عنه فعل معتل إذا لم يكن فهو فعل صحيح وإحنا ذكرنا أقسام الفعل الصحيح الآن إذا جاء أحد أحرفه حرف علة فإحنا منحكي عنه فعل معتل أيضا يقسم الفعل المعتل إلى فعل معتل مثال وهو ما كان حرفه الأول حرف علة يعني لما أنا بدأ أرجع للفعل الماضي الآن بنظر إليه إذا كان حرفه الأول حرف علة فهو فعل معتل مثال مثل وجد وصل يبس يأس جميعهم يا سادس بدايته جاء حرف علة الآن النوع الثاني وهو فعل معتل أجوف فعل معتل أجوف هو ما كان وسطه حرف علة يعني الحرف العلي بده يجي في الوسط يا سادس مثال ذلك قال مال نام انظر هنا يا سادس حرف العلي في الوسط الآن النوع الثالث وهو فعل معتل ناقص وهو ما كان آخره يعني نهايته يا سادس حرف علة مثال ذلك دعا ساعة نسية جميعهم يا سادس هذه الأفعال معتلة ولكن جاء حرف العلي في نهايته إذا جاء حرف العلي في نهاية الفعل يسمى فعل معتل ناقص نعيد حتى أحكم على الفعل صحيح أو معتل يجب أن أرجع إلى الفعل الماضي أرجعنا الفعل إلى الفعل الماضي ننظر إله إذا جاء في حرف علة فهو فعل معتل إذا لم يكن في حرف علة فهو فعل صحيح الفعل الصحيح حكينا فعل صحيح سالم وهو بيجي أنه فعل ما في حرف علة وما في لاش الدولة همزة النوع الثاني فعل صحيح مهموز وهو الفعل اللي بيجي ما في حرف علة لا يحتوي على حرف علة وأيضا بس مهموز بيكون في عليه همزة النوع الثالث فعل صحيح مضعف وهو الفعل الذي لا يحتوي على حرف علة ولكنه انه احد احرفه شدة الان الفعل المعتل اللي هو الفعل لما احنا بنرجو على الفعل الماضي وكون عنا حرف من احرفه في حرف اللي سواء هو الف او واو او يا اذا جاء حرف العل في بداية الفعل اول حرف بالفعل يعني بده يكون فعل معتل مثال اذا جاء في وسط الفعل يعني في وسط ويامس يعني بالنص بده يكون فعل معتل اجوب اذا جاء حرف العل في نهاية الفعل فاحنا بنحكي عنه فعل معتل ناقص الان النوع الرابع يا سادس وهو اذا احتوى الفعل على حرفي علة على حرفي علة اذا كان الفعل يحتوي على حرفي علة فاحنا بنحكي عنه فعل معتل لفيف معنى كلمة لفيف إنه الفعل يحتوي على حرفي علة الآن إذا جاء الحرفي العلة ما لهم يا سادس يعني يفصل بينهم حرف صحيح إحنا هنا بنحكي عنه فعل معتل لفيف مفروق إذا فصل بينهم حرف مثلاً عنا وعا ووقا ووشا حكينا هاي وعا هم نغير اللون هاي وعا يا سادس في عنا حرف العلة في عنا واو وقلب فصل بينهم حرف صحيح الآن ننظر إلى هاي الأفعال اللي هو طوى كوى عوى ننظر يا سادس في عنا حرفاء العلة ما لهم لا يفصل بينهم أي حرف صحيح فإذا فصل بينهم نحكي عنه فعل معتل لفيف مفروق إذا فصل أما إذا كانوا متصلين بجانب بعض لم يفصل بينهم أي حرف فهم نحكي عنه فعل معتل لفيف مقرون الآن حكينا فعل معتل مثل إذا جاء مفروق العلة بجانب بعض منحكي عنهم فعل معتلة فيه في مقرون اذا كان يفصل بينهم اي حرف صحيح فمنحكي عنهم فعل معتلة فيه في مفروق هيك احنا يا سادس بنكون انهينا المراجعة ان شاء الله يا مسي تكونوا قد استفدتم طبعا الاغلب اللي كان ارسل لي الواجبات كانت صحيحة فهذا يدل على انه انتو فهمين الان يا سادس افتح كتابك صفحة 59 نبدأ بحل الاسئلة سؤال اول ارجع الى درس القراءة واستخرج منه الافعالة الصحيحة والافعالة المعتلة الان هون انا استخرجتلك فقط كم مثال لانه هذا اصلا سؤال انا اعطتكم اياه واجب في درس ابتسم الان الافعال الصحيحة تجهها مبتسمة يرجع تعرض ايضا من الافعال المعتلة قال قلت يكفي ولا وغيره من الافعال يا سادس الان السؤال الثاني استخرج الافعال مما يأتي ثم صنفها الى صحيحة ومعتلة واكتبها في دفترك الاف قال تعالى قالت انا ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم هون يا سادس عندنا قال فعل معتل اجوف جاء فعل معتل اجوف تمشي فعل معتل ناقص لما تنسو يا سادس ان الفعل المضارع احنا من رجعه للفعل الماضي ايضا قالت فعل معتل اجوف يدعو فعل معتل ناقص يجزي فعل معتل ناقص سقى فعل معتل ناقص قصة فعل صحيح مضاعف تخف فعل معتل اجوف نجا فعل معتل ناقص الان با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس الان عندنا قال ايضا يا سادس احنا اخذناها في المثال القبل اللي هو فعل معتل اجوف صلى فعل معتل ناقص وسلم فعل صحيح سالم اعسف سلم فعل صحيح سالم الان ايضا يشكر فعل صحيح سالم جيم وصف الطالب الرحلة وصفا دقيقة وصف فعل معتل مثال دال سافر الحجاج الى مكة سافر فعل معتل اجوف ها اعتنت الممرضة بالمريضة اعتنت من عنى من عنية اللي هي فعل معتل ناقص واو يصوم المسلمون رمضان يصوم من صامة فعل معتل اجوف زين على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم هون تأتي من اتى فعل معتل ناقص حا يقوم الطلبة احتراما للمعلم يقوم من قامة ايضا فعل معتل اجوف طا رفع الصبي الورقة عن الارض رفع فعل صحيح سالم ياء تسعى اختي الى تحقيق تموحاتها بعزم وجد تسعى من سعة ايضا فعل معتل ناقص الآن السؤال الثالث ميز الفعل الصحيح من الفعل المعتل فيما يأتي ألقى ألقى فعل معتل ناقص شد فعل صحيح مضاعف شرب فعل صحيح سالم وضع فعل معتل مثال طوى فعل معتل لفيف مقرون أكل فعل صحيح مهموز سارة فعل معتل اجوف زارة فعل صحيح مهموز نالة فعل معتل اجوف ورمى فعل معتل ناقص نجحة فعل صحيح سالم وقرأة فعل صحيح مهموز الآن السؤال الرابع املأ الفراغ في الجمل الآتي بفعل صحيح أو فعل معتل مناسب الآن يا سادس الأفعال انتو حتوجدوها ان شاء الله تكون صحيحة ولكن نجب ان تكون مناسب للمعنى ألف كسب الرجل رزقه بالحلال با اعتلى الفارس جواده جواده جيم سدد اللاعب الكرة نحو السلة دال فر العدو من ساحة المعركة ها أكمل سامر دراسته الجامعية الآن يا سادس هذا حل السؤال الأول وألف من السؤال الثاني أيضا با من السؤال الثاني إلى اليا من السؤال الثاني هاي جميع الحل حل السؤال الثالث أيضا هو أمامك وتكملت السؤال الثالث والسؤال الرابع بس فقط يا سادس بدي ياك تركز اني أنا هون انه خربطت بين جيم و دال فنقلتهم عكس بعض هاي نحطيت لك بينهم ساهم انه فقط تنقل جيم مكان دال بس بس بتغير الأماكن وهيك يا سادس احنا منكون أنهينا درسنا شاء الله يا مسي تكونوا فهمتوا ان شاء الله بتجدد فينا اللقاء بالفيديو آخر والسلام عليكم والرحمة الله وبركاته